السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انا جاي اكلمك على قاعدة مهمة جدا في اللغة الانجليزية وهي قاعدة شان. ايه قاعدة شان دي? طب عشان تسمحها وتعرف وتفهم ايه شان دي ودي قاعدة مهمة جدا وهتفيد ولادك جدا وهتسهل الحفظ عليهم جدا في الانجليش. اه اضغط لايك واشترك في القناة علشان تتابع معي كل جديد عشان كمان فيك هواعد كتير مش هي بس يعني حفظ كلمات الانجليش كزا قاعدة او مي قاعدة تقريبا عشان تحفظ كلمات الانجليش بسهولة جدا وتقرأها بسهولة جدا وتخلي نقطة ابنك في الانجليش كويس جدا جدا جدا. قاعدة شان هي المقطع ده بالضبط. زي مسلا عندك كلمة information شان production pollution population شان 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 سامع حرف الشان شان الصوت ده الصوت ده هو حرف مش هو مش حرف واحد هم اربع حروف مع بعض التي اي او ان يتنطقو شان بص الصورة كده اللي زهرت لك على الشاشة ديت و اقرأ معي بص اول كلمة action mansion option station nation شايف كل اللي انا قلته شان 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 هو عشان وجود حرف التي اي او ان فحرف التي اه مش عارف اللي انا بصمع ان هو حرف واحد لا هو مش حرف واحد ام اربع حروف فاسمه مقطع المقطع ده اما بيجي في 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 كلمة في اللغة انجليزية بتدي الصوت ده شان شان فعشان كده لازم نعرفوا لولادنا جدا 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 لان في كلمات كتير عندهم حفظ وما حتى ما بيجوا يقرؤوها ولو هم مش عارفين القاعدة دي كويس ومش عارفين ان اللاربع حروف دول مع بعض ويعملوا الصوت ده فعمرهم ما هيقرؤوا الكلمة صح هتلاقيهم بيقولوا مثلا وياكم كلمة information هيقولوها information حسب بقى ما هم عارفين ان حرف تي ليسو تسمت او هتلاقيهم يعني بيفتحوا على ضم شوية لان فمش هيجيبوا الصوت صح لكن انت لازم تسبت في دماغهم المعلومة دي ان حرف تي اي او ان هي قاعدة شان فعن اي كلمة هنقرأها مع بعض هنقوم information فبص تاني على الكلمات التاني اهو اكشان مامشان ابشان ستاشان ناشان ريليشان وعلى كده في كلمات كتير عندهم في ام انا مش 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 محضرة كلمات بس انت لازم تعرف ان القطعة ان المقطع ده تي اي او ان هيديني صوت شان فده هيسهلهم في الحفظ وفي الكراءة جدا 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 لو الفيديو عجبك اعمل لايك وتابع عشان في قواعد تاني زي شان في قواعد تانية وان شاء الله هبدأ انزلهم واحدة واحدة في فيديو قصير جدا علشان ما تزهقوش مني شكرا ليكم جدا وانحي كلامي بالصلاة على النبي عليه افضل سلطة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب الله